أعزائي التلاميذ والتلميذات مرحبا بكم اليوم سنلتقي إن شاء الله مع تقويم ودعم لدرس الإملاء الذي يحمل عنوان همزة ابني بداية لاحظوا هذه الأمثلة عمر بن سعيد يابن محمد أبن المعلم هذا فيما تشترك هذه الأمثلة نعم تشترك هذه الأمثلة في كونها تتضمن كلمة ابن وكيف كتبت كلمة ابن في هذه الجمل نعم كتبت كلمة ابن في هذه الجمل بدون همزة إذن السؤال هو متى تحذف همزة ابن؟ فلنبدأ بالمثال الأول عمر بن سعيد بالنسبة لكلمة عمر وكلمة سعيد هم اسمان علمان وبالتالي كتبنا كلمة ابن بدون همزة وبالتالي نقول تُحذف همزة ابن إذا وقعت بين اسمين علمين أما بالنسبة للمثال الثاني يابن محمد فنحن هنا ننادي على محمد باستعمال أداة النداء لذلك حذفنا همزة ابن وبالتالي نقول تُحذف همزة ابن إذا وقعت بعد نداء وبالنسبة للمثال الثالث أبن المعلم هذا بما سبقت كلمة ابن؟ نعم سبقتها همزة استفهام وبالتالي نقول تُحذف همزة ابن إذا وقعت بعد همزة استفهام والآن ألاحظ الأمثلة التالية ابن عيسى محبوب إبراهيم بن فاطمة صافحت حمزة بن طنجة مصطفى هو ابن عبد الله فيما تشترك هذه الجمل؟ نعم تشترك هذه الجمل في كونها تضمن كلمة ابن هل كتبت مثل الأمثلة السابقة بدون همزة؟ طبعاً لا، فالهمزة تثبت مع الكلمة ابن إذن السؤال الذي سوف نطرحه متى تثبت همزة ابن؟ لنبدأ بالمثال الأول ابن عيسى محبوب لاحظوا كلمة ابن أين كتبت؟ نعم كتبت كلمة ابن في أول الجملة أو نقول كذلك في بداية الكلام إذن نستنتج أن همزة ابن تثبت إذا وقعت في أول الكلام والآن لاحظوا المثال الثاني إبراهيم بن فاطمة ما العلاقة بين فاطمة وإبراهيم؟ نعم فاطمة تعتبر أم إبراهيم إذن نستنتج من هذا أن همزة ابن تثبت إذا وقعت بين علمين العلم الثاني أم العلم الأول والآن لاحظوا المثال الموالي صافحت حمزة ابن طنجة لاحظوا الإسمين حمزة وطنجة هل بينهما علاقة نسب؟ طبعا لا ليست بينهما علاقة نسب إذن منه نستنتج أن همزة ابن تثبت إذا وقعت بين علمين ليست بينهما علاقة نسب والآن لاحظوا المثال الموالي مصطفى هو ابن عبد الله هنا لدينا كلمة ابن وقعت بين علمين مصطفى وعبد الله لكن بينها وبين العلم الأول فاصل الذي هو الضمير المنفصل هو ومنه نستنتج أن همزة ابن تثبت إذا وقعت أو إذا وقع بينها وبين العلم الأول فاصل إذن كخلاصة تركيبية نقول تحذف همزة ابن إذا وقعت بين اسمين علمين بعد نداء بعد همزة استفهام تثبت همزة ابن إذا وقعت في أول الكلام بين علمين العلم الثاني أم العلم الأول بين علمين ليست بينهما علاقة نسب بينها وبين العلم الأول فاصل والآن مع التطبيق أكتب مكان النقط ابن بهمزة أو ابن بدون همزة في الجمل الآتية عمر نقط الخطاب أمير للمؤمنين الجملة الموالية نقط خالي فلاح الجملة الموالية أسامة نقط حليمة رسام ماهر الجملة الموالية أنس نقط الرباط صديقي بالنسبة للتصحيح سوف تجدونه إن شاء الله في صندوق الوصف الخاص بهذا الفيديو على القناة إذن بنات يا أبنائي هذا كل ما يخص درس اليوم شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة